ذلك مما وفق الله سبحانه وتعالى خادم الحرامين لمثل هذا المجمع وتبرز أهمية أيضا أن هذا المجمع لا يخدم فقط جهة معينة أو إقليمة معينة وإنما يخدم كل من يخدم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وكل من يشرف لخدمة سنة النبي صلى الله عليه وسلم في أنحاء العالم كله ولهذا كان الإمام أحمد رحمه الله يقول إن لم يكن أهل الحديث هم الفرقة الناجية فلا أعلم من هو الفرقة الناجية وهذا يدل على أننا في هذا الزمان نحن بأحوج ما نكون إلى أن ننشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأن نعود الناس والنشء وكل العالم على أن الهدي إذا أردنا أن نأخذه فإنما نأخذه من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولعل هذا المجمع بإذن الله سوف يكون شمسا تشرق لإحياء السنة التي قد أميتت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا كان الإمام أحمد رحمه الله يتمثل بهذه الأبيات الجميلة يقول دين النبي محمد أخبار نعم المطية للفتى الآثار لا ترغبن عن الحديث وآله فالرأي ليل والحديث نهار ولربما نسي الفتى أثر الهدى والشمس طالعة لها أنوار فهذا يدل على أن الإنسان كلما كانت عنايته بسنة النبي صلى الله عليه وسلم كلما كان ذلك شرف ومكانة وتأييد من الله سبحانه وتعالى